إيه أكتر موضوع أكلمتي فيه وحسيتي أنه عمل مشاهدة كبيرة جدا على البودكاست في علاقة الحمى بمرأة ابنها ده دم دين الموضوع اللي دايما كده طبعا سبايسي ما بتنتهيش يعني خلاف بصي ما بينتهيش الحمد لله كان المثال كويس جدا هم علاقتهم بصراحة لطيفة جدا وما فيهاش تمثيل ولا ادعاء أي حاجة بينها كنا بنبين العلاقة الصحية بقى يا جماعة النفوق هي دي الحمى السليمة اللي تتعامل وما تتدخلش ودول برضو مرات الابن اللي تحترم حماتها مثال إيجابي يعني بالزبط أنا ما بحبش بصراحة أجيب السلبي وأعد أعاية جنبه لا طب ما فيه إيجابي كتير ولو جبت السلبي هبقى عايزة أطلع برضو بإيجابي للناس طب أحكنا شوية عن البودكاست ده أي حلقة الحلقة بتاعت الحمى الطيبة الجميلة الإيجابية اكتشفنا إنه لا يا جماعة اه ادوا الولاد مساحتها ومرات ابنها مساحتهم ياشئ أنت استضفت الحمى والزوجة الزوجتين مش فاهمة مرتات أولادها الاتنين اه اتنين عندها ولدين متجاوزين فأنتي جبت مرتاتهم وجبتي الحمى اه اوكي جبت التلاتة خلاص بأعرفة علشان ما أتكلمش على لسان حد اوكي فلا بصراحة يعني التلاتة قالوا إننا اتكلمنا بقى في موضيها مختلفة أنا مش جاي أقول لهم آه أنتوا علاقاتكم حلوة والله وبرافو لا اتكلمنا بقى على علاقات السيئة رأيك إيه طب رأيك إيه في الحمى اللي بتتدخل طب رأيك إيه في المرات الابنة اللي ما بتحترمش حمتها طب إيه أصلا نوعية الحدود اللي نحطها طب جوزك لو فيه مشاكل هو اللي هيبقى محتاس في النص نعمل إيه ونعمل آية فراجوا بقى عليها طبعا وكمان أي اكتشفت أن أي حاجة طبعا ليه علاقة بالرجل والست لا بتنتهيش طبعا أكيد كان فيه بردو حلقة مع دكتور نرمين البحيري عن دور الأدوار اللي بدلت مين المسؤول بقى في تبادل الأدوار ده مين مين يا ترى طبعا فافتي فافتي الستة عليها دور والرجل عليه دور هنا احنا غلطانين في حاجات والرجل هنا غلطان في حاجات الستة لازم تبطل أن هي تبقى فيه اسلوب لندية وأن أنا زي زيك لا الستة طبعا نجحة وبتشتغل وبتعرف تعمل كل حاجة لكن بردو ادينه ومساحته ادينه أنه هو يحس أنه هو الراجل للبيت وبيقرر معاكي مش انتي مش معتبراه والتفاصيل دي وبردو الراجل مش معنى أن الستة نزلت واشتغلت ونجحت وقت شايلها بقى كل المسؤولية صح مسؤولية الأولاد ومسؤولية الفشل والنجاح وكل حاجة لا تشاركوا مع بعض ولكن ايه بقى اللي كان شغلني في الموضوع ده قبل ما اجيبها أن أنا حاسة يا جماعة فين طاقت القنوصة وفين طاقت الزكورة الدنيا بهدلت ايه صح احنا بقى مع الحياة لا احنا مش عارفين نعمل ايه متلغبطين يعني فكان لازم زبط زوايا فبصراحة دي حالة مهمة جدا 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 حتى ليه احنا كشباب احنا مش عارفين نتكلم مع بعض يا ريهام صح احنا مش عارفين نتكلم مع بعض كشباب لا أنا عارفة أتكلم مع الشاب بطريقة حلوة تدير وضعه ولا هو عارف يديني وضعي وضعك احنا مش عارفين نتكلم مع الشاب بطريقة حلوة تدير وقت